أهلا وسهلا مرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد قام العدوان الإسرائيلي بشن 15 غارة تقريبا حسب وسائل إعلام سوريا ودولية مساء البارحة وفجر اليوم الاثنين تسعة تسعة الفين واربا وعشرين على مواقع عسكرية في وسط سوريا في ريف حما في منطقة مصياف تحديدا ومناطق أخرى استهدفت هذه الغارات حسب وسائل إعلام صهيونية مواقع لتصنيع أسلحة دمار شامل وحسب وسائل إعلام سوريا استهدفت هذه الغارات مواقع لبحوث علمية تابعة للجيش السوري يعني مراكز بحوث علمية ومنشآت لمعامل الدفاع للجيش السوري تسببت هذه الغارات في سقوط عدد من الشهداء والجرحى أربعة عشر شهيد حسب آخر الأخبار وثلاثة واربعين جريعة هذه الغارات ليست جديدة الحقيقة منذ سنوات يشن العدوان الإسرائيلي غارات على سوريا بدون وجود أي رد سوري توعدت سوريا كم من مرة بالرد ولكن مع الأسف لا يوجد أي رد هذه الغارات كما قلنا استهدفت منطقة مصياف في ريف حما وسط سوريا والتي تبعد كيلومترات قليلة عن قاعدة روسية القاعدة الروسية الموجودة في تورتوس في الساحل السوري وهذه القاعدة الموجودة منذ السبعينات قاعدة قديمة توجد فيها دفاعات توجد فيها سفن حربية حتى هناك سفن نووية حسب الأخبار طبعا ولكن القاعدة الروسية والوجود الروسي أنا شخصيا لم أفهم لماذا هو موجود إذا ليس هناك أي دعم فعلي لسوريا لماذا توجد القوات الروسية إذا الدفاعات الجوية التي نصبتها روسيا في سوريا الاس 400 لا تستطيع سوريا استعمالها فلماذا هي موجودة طبعا سوريا أعلنت أن دفاعاتها الجوية قامت بإسقاط بعض السواريخ ولكن هناك يعني سواريخ أخرى لم تنجح في إسقاطها وهذا يدل على أن الدفاعات الجوية التي تستعملها غير متقدمة مقارنة بمنظومة الاس 400 وهذا يطرح سؤال عن روسيا ودور روسيا في سوريا ولماذا لا تقوم روسيا بمساندة سوريا ومساعدتها في صد العدوان الإسرائيلي عليها وهذا موقف مستغرب الحقيقة إذا اليوم حلفاء لا يدعمون بعضهم فهذا مستغرب ويطرح العديد من الأسئلة هل روسيا تخاف من إسرائيل لكي لا تسمح باستعمال أنظمة الاس 400 لإسقاط السواريخ الإسرائيلية وليعني صد العدوان والطيران الإسرائيلي هذه أسئلة وكذلك من يقول أنه يعني أنا شفت الحقيقة بعض التعليقات في التويتر يقولون أنه الآن سوريا ضعيفة ومناكة بسبب الحرب الأهلية الموجودة وبسبب التدخل الخارجي ولكن ببحث صغير فقط على الجوجل تجد خبر نشرا في 2006 تحليق الطائرات الإسرائيلية فوق قصر بشار الأسد هذا من موقع القبس الكويتية وسوريا قالت تحليق الطائرات الإسرائيلية انتهاك للقانون الدولي واستفزاز هل ردت دمشق على تحليق الطائرات الإسرائيلي؟ لا دائما ما تحتفظ بالرد هل ردت على غارات العدوان الإسرائيلي المتتالية على مدى السنوات الماضية؟ لا هل يعني في تحرك فعلي لمنع هذا العدوان؟ لا وهذا يطرح الكثير من الأسئلة لماذا اليوم سوريا اللي هي دولة قوية فعلا يعني متقدمة عسكريا سوريا لديها طائرات لديها قوة عسكرية صحيح أنها منهكة بسبب الحرب ولكن يعني متقدمة ولكن مع ذلك تسقط على هذا العدوان المتكرر وبالتالي هذا يشجع الكيان الصهيوني على القيام بمزيد من الغرض طبعا المواقع التي تم استهدافها يقال أن فيها خبراء إيرانيون يساندون الجيش السوري في تصنيع الأسلحة والقنابل والطيران المسير وإلى غير ذلك من الأسلحة في مثل يمني قاله لي أحد الأصدقاء في التويتر قال لي أنه يعني أنا تسأل في التويتر قلت ليش لماذا لا تستعمل سوريا منظومة الدفاعات الجوية الروسية المهم قال لي يا حسام في مثل يمني يقول الملبوج يلقي جلده للضرب الملبوج بمعنى المضروب وهذا يعني أنه يقصد به الشخص الذي اعتاد الضرب فعندما تأتي لتضريبه لا يقوم بأي مقاومة أو رد وبل يعني ينحني ويسكت فهل أصبحت سوريا مثل الملبوج الذي يلقي جلده للضرب هنا سؤال حقيقة يجب أن يطرح ثانيا الحليف الإيراني طيب إيران لديها تواجد في سوريا وإيران دخلت بقوة مع بشار الأسد في الحرب ضد المعارضة السورية طبعا دخول إيران للمفارقة هو يتنافى مع العقيدة الإيرانية التي يعني مبنية على أنه يجب أن تساند الثورات ولكن عندما جاءت إلى سوريا سوريا أصبحت تساند النظام اللي هو يعني معروف النظام السوري ليس نظام ديمقراطي أو نظام عادل أو نظام ديكتاتوري ولا شك في هذا ولكن إيران يعني عندما جاءت إلى مثال سوريا لا قالت أنه يجب أن تساند النظام الدكتاتوري على كل إيران أيضا عندها تواجد عسكري طيب إذا اليوم إيران لديها تواجد عسكري وموجودة في سوريا وتستفيد استراتيجيا من وجودها في سوريا فلماذا لا تزود سوريا بمنظومة دفاع جوي متقدمة تستطيع من خلالها سوريا أن تصد العدوان الإسرائيل لأنه حتى هذا العدوان يستهدف كذلك المواقع الإيرانية يستهدف الحرس الثوري فالحقيقة هناك سخوت محير وإسرائيل تمعن في التقدم إلى الأمام بمعنى أنه يعني عندما ترى سوريا ساكتة تقوم باستهدافها مجدد تقوم باستهداف حزب الله تقوم باستهداف مواقع الحرس الثوري تجرأت واستهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق متى ينتهي هذا العبث وثالثا عشان نكون موضحين أيضا سوريا عضو في الجامعة العربية وعلاقاتها عادت بين السعودية والإمارات والدول العربية متى سيكون هناك تنديد واضح لهذا العدوال الصهيوني الغاشم على سوريا إذا هي عضو في الجامعة العربية بمعنى أنه عندها حقوق اليوم على بقية الأطراف العربية والدول العربية في عبث كبير جدا الحقيقة في وإسرائيل تستغل هذا إسرائيل تستغل كل هذه الظروف وتنفذ أجنداتها وتنفذ يعني ما تريده وتتواصل في عربدتها في المنطقة بدون أي حسيب أو رقيب وعلى ذكر سوريا ونظام السوري الحقيقة احنا أيضا نستغرب الجولان المحتل محتل منذ 67 ولا يوجد أي تحرك سوري لمحاولة تحرير الجولان المحتل حتى أنه يمنع على السوريين أن يدخلوا للقيام بأي عملية في الجولان المحتل في الكثير من الأسئلة احنا يجب أن نطرحها بكل قوة لأنه بكل جرأة لأنه اليوم هذا الكيان سياساته واضحة في المنطقة طيب إذا أنت تتعامل معاه وفق حسابات وفق يعني استراتيجية الصبر الاستراتيجي وأنه والله سوريا يعني هي خط إمداد للمقاومة ويجب أن تصبر وأن لا ترد وأن لا تدخل في حرب مباشرة مع إسرائيل لأن حرب المباشرة ستكون مدمرة طيب أنتم تشوفوا في العربة الإسرائيلية تشوفوا ماذا يفعل الإسرائيلي في غزة الإبادة الجمعية التي يقوم بها في غزة تشوفوا كيف يصعد في جبهة جنوب لبنان هل هذا يتطلب صبر استراتيجي أم يتطلب مقاومة أم يتطلب مواجهة حاسمة ألم يحن وقت المواجهة الحاسمة هذا هو السؤال أنا حقيقة يعني مستغرب من كل ما يحدث لم تقنعني أطرحات الذين يقولون أن دخول سوريا في أي مواجهة عسكرية الآن ستكون يعني مدمرة وستكون طيب غزة مدمرة في نهاية الأمر لابد من المواجهة لأن هذا الاحتلال لن يقف على غزة ولن يقف على جنوب لبنان والدليل على ذلك هذه الغارات المتتالية في سوريا مشروع يعني مشروع إسرائيل كبرى يشمل يشمل يعني كل فلسطيني المحتلة ويشمل يعني أجزاء من الأردن ويشمل يشمل الأردن كلها ويشمل أجزاء من السعودية ويشمل سوريا ويشمل حتى تصل حتى أجزاء من جنوب تركيا فاليوم إحنا أمام هذا المحتل الغاصب الغاشم الذي يعني هو يتجرى لأنه يرى احتفاظ بحق الرد مثل إيران يعني اليوم أربعينية الشهيد إسماعيل هنية وإيران إلى الآن ما زالت تقول سنرد وسنرد وسنرد ولا يوجد أي رد شكرا لكم وإلى لقاء أربعينية